من لم يضب مر التعلم ساعة تجرى ذل الجهل طول حياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أن كنا في المدرسة تعلمنا أن هناك قوانين ثابتة ومسلم بها في الفيزياء وإحدى هذه القوانين أو المفاهيم هي أن المكان والزمان شيئا مفاصلا وأن كل الأشياء لها ثلاثة أبعاد معروفة وبديهية وهي الطول والعرق والعمق ولكن ما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل تسألنا يوما إن كانت هذه الأبعاد ناقصة أم أنها كاملة وصحيحة لوصف الأشياء؟ وكان هذا السؤال بالتحديد يدور في ذهن العالم أينشتاين وكانت هذه إحدى بدايات النظرية النسبية هل المكان والزمان مفصلين حقا أم أنهما مرتبطان؟ وهل الزمن حقا شيء مختلف ومفصل؟ أم أنه بعد الرابع يضاف إلى الثلاثة أبعاد المعروفة لوصف الأشياء بدقة؟ كانت الفكرة الأساسية لأينشتاين هي أن الحركة خلال المكان تؤثر على مرور الزمن بالنسبة للمتحرك وأنه كلما زالت السرعة سوف يتباطع الزمن أي أنه إذا ما تهرقت بسرعة كبيرة جدا على سبيل المثال 100 ألف ميل في الساعة فالوقت سيتباطع بالنسبة لك ولكنك نتشعر بذلك لأن دقات قلبك ستتباطع وكل العمليات في جسدك ستتباطع أيضا ولكن حتى بهذه السرعة العالية لن يكون هناك فارق يذكر وتذكر كلما زالت السرعة تمدد الزمن وهكذا في زيادة من السرعة إلى أن تصل إلى سرعة الظل والتي ذكر أينشتاين أنها الشيء الوحيد الثابت الغير قابل للزيادة في هذا الكون الشاسع فإذا ما وصلت لتلك السرعة سيتجمد الوقت بالنسبة لك ولكن الوصول إلى تلك السرعة أمر مستهيل فلقد تعلمنا في المدارس أن الكتلة ثابتة وليس لها أي علاقة بالسرعة ولكن اتضح بعد هذا أن الكتلة مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بالسرعة وأن العلاقة بينهما علاقة ضردية أي أنه كلما زادت سرعة الجسم زادت كتته أيضا ومن هذا المنطق إذا ما زادت سرعتك وصارت في تزايد مستمر ستتزايد كتلتك أيضا وإذا ما وصلت إلى السرعة النهائية والثابتة وهي سرعة الضوء سوف تكون كتلتك عندها لا نهائية وبهذا نستنتج أنه من المستحيل أن يصل جسد ذا كتلة إلى سرعة الضوء وإذا افترضنا وتخيلنا أنه يمكننا التحرك أسرع من الضوء عندها سوف نكسر حاجز الضوء ونخترق حاجز الزمن ويبدأ الوقت في المضي بالعكس بالنسبة لنا وهذا يذكرنا باختراق حاجز الصوت فنحن نرى الطائرة الحربية تتمر من فوقنا ثم وبعد بضعة ثواني نسمع صوتها أي أن مسبب الصوت سبق الصوت نفسه وهذا ما سيحصل في حال تم اختراق حاجز الزمن ولنظر مثالا بسيطا على هذه الفرضية تخيل أنك ستسافر اليوم من فلوريدا إلى الصين بسرعة الضوء عندها سيكون وقت وصولك بالأمس وفي محاولة من العلماء لإثبات هذه النظرية الغريبة قاموا باستخدام الساعة الذرية والساعة الذرية هي أفضل وأقوى الساعات من حيث الدقة حيث تصل دقتها إلى واحد على المليون ثانية وهو المعروف بالنانو ثانية وقاموا بوضع واحدة على الأرض وأخرى على صاروخ متجه إلى الفضاء بسرعة عالية جدا وتبين أن الساعة التي على الصاروخ قامت بالتأخر بضعة أجزاء من الثانية بالنسبة للساعة التي على الأرض وكان هذا التأخر مطابقا تماما للتأخر الذي توقعته نظرية نسبية وكان هناك تجربة أخرى تضمنت إثنان من الطائرات النفاثة التي حلقت من المشرق إلى المغرب وكل واحدة منهما محملة بالساعة الذرية وساعة أخرى على الأرض ليتم حساب الفرق الضائل بين الطائر التي تسير مع اتجاه دوران الأرض والأخرى التي تسير عكسه ومرة أخرى كان الفرق تماما مطابقا للذي جاء في النظرية النسبية وكان هذان فقط اختباران من العديد من الاختبارات التي خضعت لها النظرية النسبية والتي أثبتت حتى هذه اللعظة صحتها ولكن تم تسجيل خطأ واحد في النظرية النسبية في حقيقة الأمر هناك جسيم واحد في هذا الكون استطاع التحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء وهو النيوترينو وهو أصغر جسيم في الذرة والسبب الوحيد الذي جعله قادرا على التحرك بهذه السرعة هو أن كتلته صفر وشحنته صفر بالإضافة إلى أنه يستطيع التفوق على الضوء من حيث السرعة في الماء فقط وليس في الفضاء وفي حال تم التفوق على سرعة الضوء في الماء بواسطة النيوترينو سوف نرى عندها ظاهرة شيرينكوفلايت وهي ضوء وتواهج بالأزرق الخافت غالبا ما نراه في المفاعلات النووية التي تستخدم المياه كمثبت للحرارة وهنا قال بعض العلماء أن نظرية النسبية ربما تحتوي على بعض الأخطاء لأن سرعة الضوء في النسبية هي الثابتة الوحيد والذي من المستحيل الوصول إلى سرعته ولكن النيوترينو استطاع الوصول إلى سرعته بل واستطاع التفوق عليها أينشتاين قال أن المكان مع الزمان يشكلان الشبكة والنسيج الذي يقف عليه الكون وأن اعتقادنا بأن الفضاء ثلاث الأبعاد كان خاطئا وأن الفضاء في حقيقة الأمر رباع الأبعاد وفي النهاية يجب أن نقول أن الزمكان فقط جزء من النظرية النسبية الخاصة والتي هي بدورها جزء من النظرية النسبية العامة وسوف نقوم إن شاء الله بعمل فيديوهات مخصصة لهم دمتم في أمان الله